اهلا بحضراتكو دايما بنقابلكو كل يوم على مدى ساعتين في برنامج هذا الصباح على شاشة النيل الأخبار ودايما بنكون حرصين ان احنا نبتدي يومنا بالتفاؤل والإيجابية النهاردة الحقيقة هناك ما يدعو للتفاؤل والإيجابية ان احنا بنحتفل بيوم الشهيد شهداء الوطن على مدى سنوات تاريخه المختلفة في كل العصور وفي كل الأزمنة تحية إجلال وتقدير لكل شهيد ضحى بحياته وبدمه علشان بلدنا تبقى أحسن وعلشان حياتنا تبقى أحسن ونعيش في أمان واستقرار على مدى اليوم هيكون فيه أكتر من وقفة للاحتفال بيوم الشهيد وإحنا طبعا عارفين انه هذا اليوم هو يوم استشهاد الشهيد عبد المنعم رياض وأخذ رمزا لكل شهداء الوطن ان احنا نفتكرهم ونحتفي بيهم سنويا النهاردة عندنا طبعا احتفال خاص في هذا الصباح بيوم الشهيد من خلال استضافة يعني ما نطلق عليه الشهيد الحي البطل عبد الجواد سويلم الملقب بالشهيد الحي اللي بيروي بطولاته أثناء خدمته في الجيش المصري وعندنا أيضا في نفس السياق في الاحتفال بيوم الشهيد موضوع عن توثيق السينما والدراما المصرية لبطولاته وتضحيات خير أجناد الأرض واستضافتنا لأحد النقاد الفنيين دي موضوعاتنا النهاردة في هذا الصباح طبعا بالإضافة إلى الثالثنا على آخر أخبار الرياضة والاقتصاد وعلى عنوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم من خلال فقرة الصحافة خليكم معنا فاصل قصير من بعد ونبدأ معاكم جولة سريعة في أهم وآخر الأخبار وتقارير المرسل للعسكرية المصرية سجل حافر بالملاحم والتضحيات والانتصارات التي يفخر بها كل مصري وعلى مدى التاريخ المصري العريق استشهد أبطال سجلوا بدمائهم وأرواحهم أروع الأمثلة في التضحية والفداء ونكرار الذات من أجل الدفاع عن الأمة ومقدساتها وبفخر واعتزاز يحيي المصريون في التاسع من مارس من كل عام يوم الشهيد ذلك اليوم الذي يتواكب وذكر السشهاد الفريق أول عبد المنام رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة قبل 52 عاما خلال تفقده المواقع الأمامية لجنوده المرابطين على خط القنال أثناء حرب الاستنزاف ليقدم الجنرال الذهبي أروع المثل في التفاني والعمل وأداء الواجب الوطني من أجل الثوابط الوطنية ليصبح المقاتل الشهيد عبد المنام رياض رمزا لكل مضح في سبيل الأرض والعرض وكل شهيد روى الدماؤه أرض هذا الوطن ورحل تاركا في نفوس أهله وذويه لوعة الفراق وفخر البطولات كان السشهاد الفريق رياض ومن سبقه ومن لحق به من شهداء الوطن أكبر دافع وأقوى محفز لأبناء قواتنا المسلحة للثأر الذي لم يتأخر كثيرا حيث رد رجال الصائقة المصرية بعملية نوعية أسفرت عن تدمير الموقع الذي أطلقت منه القذائف التي استهدفت الفريق رياض وأبادوا كل عناصره البالغ عددهم أربعة وأربعين ضابطا وجنديا مما جعل إسرائيل تتقدم باحتجاج لمجلس الأمن من هول العملية وضخامتها تواصلت العمليات الانتقامية حتى جاءت اللحظة الحاسمة للثأر الأكبر لشهداء واستعادة الأرض والكرامة للعسكرية المصرية والعربية في يوم السادس من أكتوبر عندما انطلقت شرارة ملحمة العبور العظيم واقتحام خط بارديف المنيع تلك اللحظة التي أربكت سفوف العدود وطمست كل المغالطات التي روج لها الإعلام الإسرائيلي والغربي طيلة عقود من الزمن عن أسطورة البيش الإسرائيلي الذي لا يظهر هذه الحرب كانت ثأرا للشهداء وثأرا لنكبة عام 1948 وحرب عام 1967 كانت الحرب التي طال انتظارها في الوطن العربي حتى ينتهي الاحتلال وتدق ساعة الانتصار تحل الذكرى وقواتنا المسلحة تحت قيادة رئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للكوات المسلحة متأهبة للدفاع عن حقوق الأمة وتقوية مكتسباتها الوطنية فمصر تظل متشبثة بقيم السلم والحوار وحسن اليوار وتشكل القوات المسلحة اليوم مدعاة للفخر وسفيرا لمثر مصر الأصيلة أينما نادى الواجب أفرادها باسم كل المصرين باسم كل الشرفة بكل الفخر التحية والتقدير والاعتزاز لكل أسرة شهيد ولكل روح شهيد سقط لاجل لمصر تعيش إحياء يوم الشهيد وغيره من الملاحم الوطنية هو مناسبة لتجديد التمسك بمنظومة القيم المصرية الأصيلة وغرصها في قدوب الأجيال الجديدة لتقوى فيها الروح الوطنية والاعتزاز بالانتماء والهوية المصرية فمن حق هذه الأجيال أن تعرف بطولات محاربين ومن حقهم أن يتخذوا من تلك الكوكبة التي عبرت بنا إلى بر التنمية والمستقبل المثل والقدوة فتحية لشهدائنا الأبرار الذين ارتفعت أرواحهم في سبيل رفعة مصر ومجدها لا شك أن تضحيات شهدائنا من الجيش والشرطة ستظل خالدة أبدا الظهر في عقول وقلوب الأمة وستبقى معينا لا ينضب ننهل منه أسمى معاني الانتماء وحب الوطن وسيظلون أحياء في قلوبنا مثل ما هم أحياء عند ربهم يرزقون الشهداء دول قدموا أرواحهم عشان إحنا نعيش لما يبقى في مئة مليون في أمان وسلام ده أمر ربنا وحده اللي حيكافي عنه مجد بلاده كل يوم ماشي خطوة كيرة فعلا للأمام قل لي كل يوم الموت قصاده اللي مش فرقه مع حياته اللي حامي ظهرنا عشان نعيش أهلا بكم مرة تانية ونفكركم من جديد أن النهاردة بنحتفي بيوم الشهيد وهي ذكرى وفاة أو استشهاد البطل أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق أول عبد المنعم رياض يعتبر الفريق أول عبد المنعم رياض أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين شارك فيه العديد من الحروب من بينها حرب فلسطين عام 1948 والعدوان الثلاثي عام 1965 56 عفوا وحرب الاستنزاف حتى استشهد يوم 9 مارس عام 1969 خلال تفقد جنوده بالصفوف الأمامية بالميدان على خط قناة السويس ليتحول يوم 9 مارس إلى يوم الشهيد في مصر وحيث خرج المصريون بجميع طواقفهم في وداعه مشيعين جثمانه بإجلال واحترام ممزوجين بالحزن العميق قام الرئيس السابق جمال عبد الناصر بتكريم عبد المنعم رياض بمنحه رتبة فريق أول ومنحه وسام نجمة الشرف العسكرية أرفع وسام عسكري في مصر وفي إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوضع إكليل من الظهور على النصب التذكاري لذكرى شهداء القوات المسلحة في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والتي تواكب ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969 أنبى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الظهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الظهور على النصب التذكاري للجند المجهول كما عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات وفي نهاية مراسم الاحتفال قم بتحية عدد من قدام القادة السابقين وكبار قادة القوات المسلحة ترجمة نانسي قنقر يا أمي قوات حزاني زمانه في الجنة مع الملايكة تطمني وأكد بيسمانه تطميتي أحسن كالبي يعلمتي معنى التضحية والحاية أهلة مدنا وانتي صبورة ومؤمنة تجيدي حكمة ربنا علشان أكد تطمنا إنه في مكان بالوقت أجمل من هنا لو لاه ما كنا هنا تسع نارس يوم شيء أهلا بكم من جديد ودايما بيكون معنا استطلاع لحالة التقس في بداية اليوم في هذا الصباح ومعنا دكتور محمود شهين خبير الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا فنم أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك عايزين نعرف منك طبعا حالة التقس المتوقع وإذا كان الاستقرار اللي بنعيشه في الوقت الحالي يعني فيه دفء في درجات الحرارة واستقرار نوعا ما للأحوال الجوية ده حيمتد للأيام القادمة ولا لا تفضل وبالفعل طبعا نفضل لنشر الجوية اللي أذرناها في الهيئة العامة لعبصات الجوية إحنا قلنا أنه فيه ارتفاعات في درجات الحرارة خلال 48 ساعة النهاردة وبكرة بإذن الله ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة المستشارين كلنا بالدفء اللي موجود خلال هذا التوقيت مع تقدم ساعة النهار بالزيد وبترتفع درجات الحرارة لتصل العظمى على القاهرة على سبيل المثال إلى 30 درجة مقوية بيستمر هذا الارتفاع معانا في فترات الليل وأيضا بكرة الصبح وتصل درجة الحرارة العظمى غدا إلى 33 درجة مقوية طبعا الارتفاع ده نتيجة تأثيرنا بمرخفة جاوي قادم من الصحراء الليبية ده بيجلب لنا رياحة وكتلة هوائية مرتفعة في درجات حرارتها بالإضافة إلى نشاط الرياحة على المنطقة الغربية للبلاد الصحراء الغربية وسواحين الشمالية الغربية بتكون مسيرة للرمال والأتربة وبتقل معاها مستوى الرؤية الأفقية أما القاهرة ومحافظات رواجئ البحري والشمال وجنوب البلاد فبيكون فيها أتربة عالقة في الجو ودي طبعا بتخلينا نتخذر أصحاب الأمراض الصدرية والجيوب الأنفية والتنفسية من عدم التعرض المباشر لهذه الأتربة العالقة إن شاء الله بكرة تنشط الرياح أحيانا على الطرق الصريعة والطرق المكشوفة وبتكون مسيرة للرمال والأتربة برضو بنستمر في النصيحة بتجنب التعرض للأتربة التي تبقى موجودة في الجو بتحسن الأجواء وبتنخفض درجات الحرارة بشكل سريع اعتبرت من يوم الخميس إن شاء الله تمام درجات الحرارة المتوقعة يا فندم النهاردة بإذن الله سواحنا الشمالية تتراوح فيها درجة الحرارة من 29 إلى 30 درجة الواجه البحري والقاهرة 30 درجة معوية محافظات شمال الصعيد ترتفع إلى 33 درجة وجنوب الصعيد من 34 إلى 35 درجة معوية نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود شهين خبير الأرصاد الجوية شكرا لوجودك معنا وبنكمل معاكم تقاررنا وأخبارنا في هذا الصباح أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إطلاق منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية لإتاحة برامج التدريب لكافة الأطباء الملتحقين بالزمالة بالتزامن مع مرور عام على إطلاق مشروع تطوير الزمالة المصرية جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي اللي عقد خلال مؤتمر الزمالة السنوي بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني نتابع تقرير بهدف إتاحة الفرصة للأطباء الخريجين كافة للحصول على الدراسات العليا قامت وزيرة الصحة والسكان خلال فعاليات المؤتمر السنوي للزمالة المصرية بإطلاق منصة التعليم الإلكتروني وافتتاح اللجان الفرعية للزمالة لإتاحة برامج التدريب للأطباء الملتحقين بها وذلك بعد مرور عام على إطلاق مشروع تطوير الزمالة المصرية دلوقتي 100% من الأطباء لهم مكان في الزمالة المصرية التكليف بقى على الزمالة من آخر 2019 دلوقتي بقى فيه منصة تعليمية فيها كل المواد التعليمية وفيها التواصل بقى عندنا 27 فرع للزمالة في 27 محافظة بعد ما قعدت الزمالة المصرية أكثر من 22 سنة بفرع واحد في القاهرة إتاحة الزمالة ومنصة التعليم الإلكتروني دي إتاحة للطب بأعلى مستوياته الزمالة دلوقتي بنشتغل على اعتمادها من الجماعية الملكية للسنة الثانية إحنا شغالين مع جامعة هارفورد في تأهيل الخارجين الزمالة للتعليم الطبي والبحث العلمي دي نقلة نوعية وخلال فعاليات المؤتمر السنوي تم التأكيد أن حصول الأطباء على الزمالة المصرية من خلال التدريب والتعليم الطبي المستمر سينعاكس بشكل إيجابي على جوتة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين كافة التدريب المهني دلوقتي هو اللي واخد الاهتمام الأول على مستوى الدولة وبالذات بالنسبة للأطباء الخارجين لأن الجزء الأكاديمي أصبح معظمه بيقتصر على الجزء الخاص بالجامعات والناحية التدريسية واعتمدنا كل مستشفياتنا التعليمية داخل الزمالة المصرية وإحنا عندنا من المدربين والأطباء الكوادر الطبية اللي تقدر ترفع المستوى الطبي نقدر أن نعمله تقييم ونقدر أن نعمله امتحانات ولو حتى صغيارة على مستوى الشهري وعلى مستوى كل سبت الشهور كل ده هو اللي بيحقق في الآخر أن واحد يتدرب ويتعلم كويس ما بيجيش المسألة دي بالبساطة ما بيجيش بمبساطة أن واحد واقف جنبه بيدربه محتاجة كل المنظومة دي تتحقق مع بعضها اطلاقوا منصة التعليم الطبي الإلكتروني المهني واحدة من الخطوات المهمة التي اتغذتها الزمانة المصرية لتأهيل وإعداد الكوادر الطبية لتكون مواكبة لأحدث من النظم العالمية في تقديم الخدمات العلاجية المجودة للمواطنين محمد حلمي النيل ارفردت قناة النيل الأخبار بلقاء خاص مع السير مجدي يعقوب الجراح العالمي جراح القلب العالمي على هامش اطلاق مشروع الجينوم المصري اللي وصف بانه اكبر مشروع بحثي في الشرق الاوسط اكد السير مجدي يعقوب انه المشروع سوف يساهم في دراسة التاريخ الجيني للمصريين ومن هنا يأتي التنبؤ باي امراض قد تصيب الانسان وبالتالي الوقاية منها ده اللي بيسألوا ايه اهمية دراسة التاريخ الجيني للمصريين نتابع لقطات من اللقاء الخاص مع جراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب اهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الخاصة مع السير مجدي يعقوب هنتكلم فيه النهاردة على مشروع الجينوم المصري وكيف يمكن الاستفادة منه ومعالجة المصريين من مختلف الأوبئة والأمراض انا برحب بحضرتك جدا وانا شخصيا يعني مبسوط ان انا قاعد قدام قامة كبيرة زي دكتور مجدي يعقوب خلينا نتكلم النهاردة الفندم على مشروع الجينوم المصري وازاي هنقدر نستفيد منه في معالجة المصريين من الأمراض والأوبئة التي اللي احنا ما عندناش لها تاريخ شكرا جزيلا انا طبعا يسعدني ويشرفني ان انا نكون جزء من هذا البرنامج اللي هو تدعيم الرئيس وتدعيم البوليتيكا لكل الناس والوزارة حاجة جميلة جدا لان احنا كنا مصر كانت في حاجتين عايزين متخلفين عايزين ندي الشعب حاجات جميلة للصحة اللي احنا بنقول هي الصحة البريسيجن ميديسن مش هنقدر نوصل للبريسيجن ميديسن ده الا ان احنا نشتغل بالجينوم ده لأسباب كتيرة ان اتكلمت فيها قبل كده الحاجة التانية الشباب المصري فيه كفاءات وعلم وناس بيجي تقع كانت زمان تيجي تدرس في مصر فاكله فضيعنا الليدرشيب بتاعتنا دي لازم تيه ترجع وندي الشباب الفرصة زي ما الدكتور صقر قال انهم وزير التعليم العالي يقدروا يعملوا ابحاث هنا ويقدروا مش كده بس انهم يدفعوا بالمجتمع المصري وبعدين يدفعوا العلم كله في العالم لان فيه فجوة في العلم عن ايه اللي هي الجينوم اللي موجود في افريكا وبعدين الجينوم زي ما تم خلص قالوا ان كذا مرة دي حصلت ودي غلطة كبيرة جدا في العلم انك تفتكر انك انت هتكتشف كل حاجة بكرة فاول مرة واتسون ان كريك اللي هما كانوا في كيمبرج واحد امريكاني واحد انجليزي بيشتغلوا في كيمبرج في انجلترا سنة اتنين وخمسين قالوا ان فيه جزيئة اسمها الدي اناي ودي موجودة جوه كل خلية ودي بتقبي اتسلف بتعمل فقالوا احنا اكتشفنا سر الحياة كلام فارغ طبع ومكتشفوا حاجة جميلة جدا بعدا غيرت العالم لسنين كبيرة جدا فقعدت خمسين سنة عشان نقول ازاي هنعرف ايه كل واحد عنده في خلايا بتاعته وده الهيومان جينون بروجيكت اللي كان بتعمل من كيمبرج انجلند وامريكا قد خنقوا مع بعض لان الانجليز قالوا ان دي المعلومات دي تنتمي للانسانية فنحطها على الانترنت زملائهم في امريكا قالوا لا 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 دي احنا هنعمل لها باتنت وهناخد فلوس قالوا لهم لا طب انا هحطها بكرة وبوزق كل حاجة انا اكتشفها عندي وبعدين في الاخر اتفقوا مع بعض طب ده خلصت دي بعد كده حصل ايه ان اتفقوا قالوا احنا خلاص دي للانسانية كلها تتنفع وقالوا احنا اكتشفنا اول المرة قالوا اكتشفنا السر الحياة المرة دي تاني مرة قالوا اكتشفنا حاجة جميلة جدا ان كلنا متسويين ودي حاجة عظيمة طبعا اسود ابيض احمر دين مش دي كلنا متسويين انما كلنا مختلفين لان كلنا شكلنا كده اولينا حاجة بس دي لغاية دلوقتي ماستغلنهاش في الطب بس لقينا دلوقتي ابتدت انها نستعملها في العيادة في المستشفى عشان نساعد الناس فنشوف ايه هو الدول اللي نفعك او ممكن انا اغير الجين اللي كان بيدي سرطان او اغير الجين اللي بيعمل لاننا عارفين الحروف زي كتاب فممكن ان احنا اللي عنده تضخم في القلب وهيموت او يموت صدن او ولد بيلعب في الكورة وبعدين ودي حصلت كذا مرة فدلوقتي بنعرف مين اللي ممكن يحصل له كده وممكن نصلحها قبلها قبل ما نصلحها حتى ممكن نديله الدول اللي يمنحها فده هو ده الاسمه فده لازم كلنا نخش في الموضوع ده وبعدين مع مرور الوقت هتبقى جميلة جدا 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 ولازم نكون قادة في العلم زي ما كنا زمان وبعدين هنكتشف خدماء المصريين كمان العالم كله عايز يعرف فدي هتجب لنا جرانس وكل العالم عايز يسمع فعيجوا هنا سياحة ومش عارفة كل دي وزي قالوها مثلا في كاليفورنيا ان لو تحط في الابحاث العلمية خصوصا في الجينوم ده العائد عليها 300 مرة في ظرف كذا 4-5 سنين حاجة قصيرة جدا ما فيش بنكة يدفع لك رخوز ميت فوق عذاف الفلوس دي هترجع لمين هترجع للولاية للحكومة للشعب وليحنا عايزين ده يحصل في مصر كمان ونكمل مع حضراتكو اخبارنا وتقاررنا ونروح لتقرير اخر انه في اطار خطة الدولة لتنمية السعيد بتشهد محافظة سهاج تنمية شملة في القطاعات خصوصا مع توجيه الرئيس عبدالفتاح اسيسي بتطوير الريف وانطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مرحلتها التانية نتابع تقرير حول هذا الموضوع اعمل يجري على قدم وصاق بتنفيذ عدد من المشروعات القومية والخدمية بمحافظة سهاج ضمن خطة الدولة لتنمية محافظات السعيد والمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري موضوعات اللي بتتم هنا احنا عندنا حياة كريمة كان في مرحلة اولى ودي الحمد لله تم تنفيذها بالنسبة 100% في مرحلة تانية والمرحلة تانية كان مخصص لها الواحدة 2 واحد من 10 مليار 68 قرية بالاضافة الى المبادرة الرئاسية لتطوير مراكز المراكز يمكن سهاج برضو احنا بنقول 50 مركز على سهاج جمهورية في سبعة منهم في محافظة سهاج 181 قرية الرقم متجاوز بشكل غير عادي احنا بتكلم حتى الان الحصر المبدأ اللي احنا عملناه احنا بتكلم من 30 ل 35 مليار جنيه لل181 قرية هل ده البنية الاسية لا هو مش بنية الاسية فقط هو تنمية شاملة لكل جوانب الشغل في المحافظة مجمع العاشر من رمضان للتأمين الصحي بتكلفة تقدر ب42 مليون يونيها لأكون صرحا طبيا او شك على الانتهاء واضافة الى الخدمات الطبية الشاملة بسهاج صرح طبي جديد هيكون من احدث الصروح الطبية الكبيرة اللي هتكون في المحافظة ده مجمع العاشر من رمضان تكلفته ب42 مليون 250 الف ان شاء الله هنستلمه في شهر سبعة في الفترة دي برضي شغالين في تجهزات الطبية والتأسيسات بحيث بمجرد من السلم ونفرش طبي ونشتغل ان شاء الله على اخر العام ده هيكون مجمع عيادات شاملة وعيادات متخصصة هيكون في قسم اشعة على احدث مستوى باحدث الاجهزة قسم معامل كامل يخدم المحافظة كلها هيكون في احدث قسم علاج طبيعي مشروعات قومية تتماشى مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري ليتم تطوير 181 قرية بمراكز محافظة سوهاج والنهوض بالأسرة الريفية البسيطة احنا كجمعية تحسين وضع مبارقة والطفل طبعا فخورين جدا بسقة الدولة وانه اتحت لنا الفرصة ان احنا نكون مسؤولين عن مبادرة حياة كريمة هنا في محافظة سوهاج المبادرة دي بتستهدف الأسر الأكثر فقرا والأسر الأولى بالرعاية لتوفير سكن آدمي للأسر دي كان اشترضى بالبهامة بيه يعني بوص وزي حوش بعد كدهوا رحنا صورناها قطين ببعض وراحوا الحكومة رحت عملتها حلو ومنتاز خالص يعني عملتها النبلاط وجبتنا مية وبيضتها عملتنا زكف حلو الحالة معايا ان اخويا كان لواك ما كانش يجيب سماعات وكل حاية ونشكر كل من سامة في جيب السماعات لأخويا وبالمجان وكان لواك كانش يسمى وكان الناس يشعر له ولوا الدولة الحمد لله بقي كل سنة كان قوله اولاداتي اسمك اسمي احمد اسم ابوك اسم ام هذا وتعد مبادرة حياة كريمة مبادرة وطنية تنبع من مسؤولية حضارية وبعد انساني لمد يد العون للمجتمعات الأكثر احتياجا تنمية شاملة تشهدها محافظة سهاج في كفة ضروبها وقرها تخطو خطا جد لتتماشى مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري لترتقي بالأسرة الريفية البسيطة ويحيو حياة كريمة من محافظة سهاج احمد سعد الدين النيل دي كانت مجموعة من اخبارنا وتقاررنا اللي بدينا بيها معاكو يومنا النهاردة في هذا الصباح لسه مكملين معاكو حتى العشرة ونروح لنشرة رياضية من بعدها حيكون معاكو زميلي احمد فؤاد وجولة مع نوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم خليكم معاكو اشتركوا في القناة